السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم متمم لدرس البارح درس البارح كان حول أركان البيت المطبخ، غرفة النوم، غرفة الجلوس، الحديقة، ألبه إلى آخره كذلك في درس البارح تطرقت إلى العديد من المسلميات مثلا الأبل، أم، الآخ، الأخت إلى آخره كذلك في درس البارح تطرقت إلى كيفية وضع السؤال أين هي أمك؟ أين هو أبوك؟ هو تن تير؟ هو تن خير؟ هو تن تسير؟ إلى آخره لم أسأل السؤال الموالي اوه تي؟ اوه تي؟ وراريو؟ وراريو؟ وكذلك في درس اليوم سنجيب عن أسئلة البارح فنرد ذلك سوياً اوه تي؟ اوه تي؟ هو كان يجيبني عن جميع الأسئلة أين الأم؟ أين الأب؟ أين الأخ؟ لكن لم أسأله هو أين هو؟ اوه تي؟ اوه تي؟ where are you؟ where are you؟ باللغة الإنجليزية where are you؟ where are you؟ repeat after me please where are you؟ very good اوه تي؟ اوه تي؟ where are you؟ where are you؟ جو سي دان لسالان ادنو أنكم تبع بكارتون غرفات الجلوس سالان جو سي دان لسالان باللغة الإنجليزية ساقول I am in the living room répétez سيوه تي جوه تيجوه 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 جوه تيجوه 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 أين أين أعطائن؟ انا أعطب مراجم الأخيادة in the living room I am in the living room وهنا الوم ستسأل que fais-tu dans le salon que fais-tu que fais-tu او موم كن عمضيف dans le salon que fais-tu très bien بالانجليزية ستقول what are you doing what are you doing ماذا تعمل او ماذا تفعل الجواب سيكون بما أنه في غرفة الجلوس je regarde la télé je regarde la télé باللغة الإنجليزية I am watching TV I'm watching TV والتلي TV هو مصطلح مصارغة عن télévision je regarde la télé très bien I'm watching TV I'm watching TV وشاهدو التلفاز وشاهدو التلفاز البارح سألنا أين الأم où est ta mère الجواب كان elle est dans la cuisine elle est dans la cuisine وسألنا أين الأخ où est ton frère où est ton frère وكان الجواب il est au bureau il est au bureau الآن لازم أن نعرف كيف نسأل ماذا يعمل أو ماذا تعمل فلنرى ذلك الآن إذا أردنا أن نسأل بصيغة الذكر نقول كيف تيل بصيغة الذكر أكرر كيف تيل باللغة الإنجليزية نقول what is he doing what is he doing إذا أردنا أن نقول ماذا تعمل سنقول كيف تيل سيغة الأنت كيف تيل باللغة الإنجليزية what is she doing what is she doing ماذا تعمل بالنسبة إلي الأخت كانت في غرفة الجلوس كيف تيل نسأل كيف تيل الجواب أل جو أو بيانو أل جو دو بيانو what is she doing she is playing she is playing the piano she is playing the piano تلعب le piano أل أم كانت في المطبخ أل أل بان لكوزين أل أل نسأل كيف تيل أل جواب أل prépare اللغة الإنجليزية سنقول she is cooking dinner she is cooking dinner سأت بوخول لأشار alors répétez أعطر إلي سي رل أل prépare ل دي نسأل أل prépare ل جو نسأل بيانو بيانو لغة الإنجليزية she is cooking dinner she is cooking dinner جو 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 الآن الأخت كانت في الغرفة أل دار كفتل أل دار أل دار ربتسي أل دار تخل تخل بي في اللغة الإنجليزية كيف نقول ذلك She is sleeping She is sleeping Very good She is sleeping نائمة والأخ كان في المكتب كان في المكتب إليه أو بيرو الآن نسأل كفتل كفتل What is he doing What is he doing الجواب الاتudi 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 بلغة الإنجليزية He is studying He is studying باللغة العربية يدرس ربتسي الاتudi الاتudi وباللغة الإنجليزية He is studying He is studying الأب كان في الحمان أوهي تانپير قولنا ماذا قولنا باره هل ستتذكرون أوهي تانپير He is in the bathroom He is in the bathroom He is in the bathroom Il est dans la salle de bain Il est dans la salle de bain الاتudi الاتudi كفتل 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 بلغة الإنجليزية What is he doing What is he doing What is he doing الاتudi الاتudi Il prend une douche Il prend une douche Il prend une douche très très bien باللغة الإنجليزية نقول He is taking shower He is taking shower Repeat after me please He is taking shower يأخذ حمان يأخذ حمان وسألنا عن الكلب فقلنا أنه في الحديقة الجردان باللغة الإنجليزية باكيارد الاتد سأل ماذا يعمل كفتل الجواب Il joue أو بلغة Il joue أو بلغة What is he doing What is he doing He plays ball He plays ball Repetez سيلا Il joue أو بلغة Il joue Il joue au ballon Très très bien He plays ball He plays ball He plays ball Where are you What are you doing What are you doing أتمنى أن تتركوا لي الإجابة في خانة التعليقات وأتمنى من كل قلبي أن تكونوا قد استفدتم من الدروس التي أجهزها لكم وإذا كان لديكم أي رأي أو اقتراح المرجو رجاء أن لا تدخلوا علي به وسأعمل جاهدة على تطبيق أو إجابة كل ما تتمنونه إن شاء الله لا تنسوني رجاء من اللايكات أرجوكم لا تنسوني من اللايك حتى والبرتاج حتى تعلم الفائدة وإلى الدرس القادم أترككم في رعاية المولى وأحبكم كثيرا باي باي ترجمة نانسي قنقر